يا صباح النور والهانة والسعادة اللي من حضراتكو بيصحى بدري زي الساعة دلوقتي 6 و 3 دقايق اللي بيصحى بدري زي من ساعة فاتت كده لأننا بصحى الساعة 5 حيبقى عارف كويس جداً أن الصبح ده أبرك وقت في اليوم وأهلينا كانوا دايماً يقولوا كده الصبح ساعة بركة الصبح فعلاً أبرك وقت في اليوم وصحيح ساعة الصبح ديقة زي ما بيقولوا لكن إذا بتصحى بدري أظن أنك تقدر تنتج في يومك حاجات كتير جداً مهمة ومفيدة المهم النهاردة أنا عايز أحكي لحضراتكو حكايتي مع خامة بحبها جداً مبارح كنا بنتكلم عن الخشب النهاردة عايز أكلمكو عن الفخار الفخار بالنسبة لي مادة بتتنفس لما تجرب تشرب في الفخار أو تاكل في الفخار أو تطبخ في الفخار هتعرف أنه طعم الأكل والمية والشرب وكده مختلفة تماماً في الفخار عن أي حاجة تانية لأنه الفخار طمي فالفخار بيتنفس بتقدر تحس خير المادة وأنت بتتناول الحاجة من الفخار عندي شوية حاجات بحبها في الفخار وعن الفخار في مصر أظن أنه ممكن حضراتكو تحب وتسمعوا نموسى دي مستقصداني تقريب طيب الفخار المصري وطبعاً أنا عارفة أنه فيه فخار في دول كتير جداً في العالم وفيه خزف في دول كتير جداً في العالم إيه الفرق بين الفخار والخزف؟ الخزف أطلقة على المنتجات اللي بنفط فيها الأكل والشرب ومش عارفة إيه الأواني المستخدمات بتاعت حياتنا اليومية دي بيقولوا عليها الخزف أو فن الخزف وطبعاً هون ممتد من الصين إلى أمريكا اللاتينية بأشكال مختلفة ولكن في مصر الفخار مش بس ليروح الفخار هو ثقافة يا حبيبتي أنا ما بمويدش حشرات الفخار ليه ثقافة الخزف المصري أو الفخار المصري اللي استلح عليه في أوقات تابقة ولاحقة بالأولى للإناوي مثلاً أو الخزف الإناوي هو نوع واحد من أنواع الفخار في مصر الفخار في مصر نوعين نوع هو السلصال النيلي اللي هو بييجي مع الطمية من إثيوبيا ده اسمه السلصال النيلي أو السلصال الأسواني اللي هو بييجي من الطين الأسواني وأسوان من أجمل الأماكن في العالم نقطة ومن أجمل الأماكن في العالم فصلة اللي بتعمل الفخار أنا بالنسبة لي أسوان أجمل مكان في الدنيا كلها وهو المكان اللي أنا مقررة لو ربنا أداني عمري وسحة ورزق أتقاعد فيه في بيت صغير معمول من الطين برضو إن شاء الله المهم إنه الفخار في مصر نوعين الفخار الأسواني اللي بقول لحضراتكو عليه والفخار الجيري أو السلصال الجيري وده بيجي من اللوحات والفرق بين الاثنين فرق في لون الطمية نفسه وفي درجة الحرق وفي الاستخدام كمان أنا عموماً بحب الاثنين لكني أميل للسلصال النيلي اللي هو السلصال اللي بيتعامل منه الأولى للإناوي اللي هي بتتعامل معظمها كان معرفش لو لا تزال في إنا في قرية اسمها الحراجية اللي هي منها الحراجية اللي كان كاتب عنها الأستاذ عبد الرحمن فالحراجية في جنا هي اللي بتعامل فيها معظم الأولى للإناوي اللي كانت صنع زمان اللي كانت بتيجي إما محروقة أو مش محروقة واللي كانت على شبابيك أهلينة اللي بتتحط على المشربية علشان القلة تتعرض للهوى فتبرد المية فيها لأنه ما كانش فيه تلاجات زمان وعايز أقول لكم طعم المية البردة من القلة أحلى مليون مرة من أي تلاجات ومن أي فريزرز ومن أي حاجة من الحاجات فأنا علاقتي قديمة جدا بالفخار أنا الحقيقة القلة اللي شفتها في بيت أهل أبويا في الريف وكانوا بيحبوا يشربوا في القلل برغم أن كان عندهم سبل الرفاهية أن هم يشربوا من التلاجات وما إلى ذلك لكن كانت دايما جدتي تتكلم عن طعم المية من القلة وفعلا طعم المية من القلة لا يول عليه وكانت القلل بتتحط في صنية اسمها صنية القلل عادة بتبقى ألمونيا على رأي أهلينة له الألومنيوم طبعا وبعدين تتحط في القلل وبعدين ليها غطيون كده معدن برضو حاجة زي الألومنيوم وبيتتغطى بعد كده بفوطة مبلولة مبتلة بالمية علشان تفضل القلل وهي بتنضح وهي بتتنفس تفضل محتفظة بالبرودة جوا من القماشة اللي محتوطة عليها اللي هي فط القلل أو ساعات بتبقى طرحة القلل أو وتافر اللي هي بتتحتفظ بالبرودة جوا الفخار فتبدل المية طعمها يجنن طعمها زي كأنها مسكرة معرفش لو كان الفخار بينتص شوية من الأملاح المعدنية اللي موجودة في المية ولا لا حقيقة ما قدر شافتي لكن كنت بحسة طعم المية من القلل وسكرة شوية عن صباحي كل مسكرة شوية عن المية اللي بنشربها كده من غير ما تكون متبرد أنا بصبح على العصفيته فأنا مؤمنا أن الفخار بيتنفس فين بقى الفخار بيتعمل في مصر الحرجية زي ما قلت لخضراتكم الحرانية برغم أنها زي ما بيقولوا يعني قرية الأنامل الذحبية في صنع النسيج ودي حكاية أنا بنروح لها لوحدها لكن الحرانية كمان فيها صنعات فخار لا يستهام بيها الحقيقة سواء اللي منها ناس جات قعدت في الحرانية وعملت بيوت لصنع الفخار وبعضها كان مشروعات مصرية أجنبية كانت مشروعات طبعا لا تهدف للربح يعني لكن من عشاء مصر اللي جوم قعدوا في الحرانية أو في قرية تونس أو كي فده مكان من الأماكن الحرانية ممكن تلاقوا فيها فخار مع النسيج أنا طبعا في الحراجية ممكن تلاقوا الفستات كمان في مصر القديمة أو مصر عتيقة زي ما كنا زمان أهلينا بيقولوا في مصر عتيقة الفستات في قرية مخصوصة اسمها قرية الفواخير أو الفواخرجية والفواخرجي هو الشخص اللي بيصنع الفخار اللي بيشكله ويلونه ويحرقه وما إلى ذلك يعني أنا بقى فيها حاجة يعني مختلفة شوية ده فخار محروق عشان كده بيلمع كده وعنده طبقة بتلمع أنا بحب الفخار اللي مش محروق بعد ما أخلص الفيديو ده وانشوره هحط لحضراتكو صورة الفنجان الأثير على قلبي واللي كان هدية من صديقة ليه بحبها جدا ردوة لأن هي عارفة زوئي كويس قوي فكانت جايباني من مصر أظن من أسوان لو أنا مش غلطانة يعني فنجان بالطبق بتاعه وعليه بيوت أسوان ملونة بالتلوين يدوي ومش محروق فده علشان كده هو فنجاني الأثير لدرجة أن أنا بخافش ربطيه لحسن مرة يقع مني الكسر أزعل عليه قوي وأنا بزعل قوي على حاجاتي بحافظ عليها خصوصا الحاجات اللي من مصر عموما أنا بس حبيت أصبح لحضراتكو بفيديو لطيف عن الفخار والفوى خرجية وأماكن صنع الفخار واقتناءها في حاجات في مصر بصراحة ما ينفعش نقول شراها لأنه الفنون معتقدش أنها تمتلك لكن ممكن تقتنى إلى حين وبعدين نمررها لولادنا والإخواتنا والناس اللي حتيجي تستلم من بعدين الريات على كل صباحكو فخار بيتنفس وتراوى وندى ومية حلوة زلال زي ما بيقولوا عليها من الأولال الإناوي صباحكو ورد وهنا سلام